موسيقى نستعرض الآن التطورات الميدانية على جبهات القتال في اليمن حيث شنت مقاتلات تحالف العربي غارات على تجمعات ميليشيات الحوثي في صنعاء وصعدة معقل المتمردين وتركز القصف على مواقع الحوثيين في مناطق باقم الملاحيظ والظاهر بصعدة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحة وتدمير آليات عسكرية للمتمردين فيما تركز القصف على صنعاء في الأطراف الشمالية والشرقية وفي مديرية نهم وبني حشيش استهدفت الغارات تعزيزات قادمة من معسكرات صنعاء كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيات في مديرية نهم صدت قوات الشرعية اليمنية هجومين لميليشيات الحوثي وصالح بمديرية حيفان ومنطقة الأقروض في مدينة تعز بعد الشباكات وقصف متبادل بين الطرفين فيما قتل عدد من المتمردين في غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مخزن سلاح بمديرية موزع غربية تعز كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في المطار الحربي وكتيبة الدفاع الجوي وعدد من المواقع الأخرى بمدينة الحديدة معنا من رياض رئيس دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني اللواء محسن خصروف أهلا بك سيادة اللواء معنا في سكاي نيوز عربية أهلا بك سيادة اللواء لو تجمل لنا ما أهم التطورات الميدانية الآن وجبهات القتال المشتعلة خصوصا على تخوم مأرب وصنعاء ونهم بالتحديد شكرا جزيلا طبعا كل الجبهات ملتهبة الحوثيون هاجموا في اتجاهات مختلفة لكنهم طبعا كانوا يستغلون فرصة الهدنة وما بعد الهدنة كان يظن أنها استرخاء لكن الجيش الوطني كان لهم بالمرصاد وهزمهم في كل هذه العمليات الجيش الوطني يتقدم في فرضة نهم ويحقق إنجازات في سرواح وفي الجوف وصد هجومين في تعز في منطقة حيفان وفي غيرها من الجبهات وكذلك في الشمالية الغربية المنطقة العسكرية الخامسة والهجوم الأكبر اليوم في خليج عدن تمكنت البحرية الأمريكية من القبض على أربع سفن محملة بالسلاح قادمة من إيران تتجه نحو باب مضيق باب المندب للذهاب إلى الانقلابيين يعني في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن مبادرة سلمية وعن حل سلمي وعن عودة إلى المفاوضات وعن هم يحشدون بشريا ويجمعون العتاد والسلاح من الناحية المادية رغم أنهم يفترض في هذا الظرف والعالم يقدم لهم اليمن على طبق من دم من دماء اليمنيين بالمبادرة الأخيرة التي سربت للتقدم من دفاع السيد السماعي والد الشيخ أحمد وهي طبعا مبادرة تشرع عند الانقلاب وتعطي الحوثيين ما لم يكنوا يحلموا به وتجعل الانقلاب على السلطة الشرعية في ظل الأنظمة الديمقراطية أمر مقبول ومعقول ومدعوم دولياً في هذا الوضع يفترض أن يكونوا فيه يتماهوا مع السلام هم يحشدون مادياً وبشرياً ويقاتلون في كل الجبهات ولكنهم في المحصلة في مختلف هذه الجبهات لا يحصدون إلا الهزائب طيب سيد تلواء أنت تترقل إلى موضوع هذه الخطة الشاملة التي قدمها والد الشيخ أحمد ما رأيك فيها من ناحية التسريبات في الشق العسكري هناك حديث عن لجنة عسكرية ستسلم بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني هناك لجنة عسكرية سيأمر فيها مجلس الأمن وستشكل وسيسلم لها السلاح والمدن وما شابه من ما يعرف بخطة ألف من المناطق أنت ما رأيك في هذه الخطة في شقها العسكري؟ هذا الشق العسكري الحديث عنه يأتي بعد تشكيل الحكومة بمعنى أن الحكومة ستشكل والسلاح والجيش ومخازنه وعتاده والصلاحيات في يد الإنقلابيين كيف يستقيم أن تتشكل حكومة التوافق في ظل السلطة الإنقلابية تهيمن على كل شيء؟ هذا أمر ليس منطقياً يعني ثم أن في المحصلة النهائية لهذه المبادرة هي كما قلت في البداية الشرعان للإنقلاب إعطاء الحوثيين ما لم يكنوا يحلموا به لم يكنوا يحلموا بأكثر من كانوا يحلمون بأقل من ما جاء في هذه المبادرة لذلك فهذه المبادرة مرفوضة شكلاً وموضوعاً والجيش الوطني اليمني أصدر بياناً رسمياً صريحاً يقول في محتوىها الرئيسي أن أي مبادرة تتعارض أو لا تستند إلى المرجعية الثلاث المبادرة الخليجية وعالية التنفيذي المزمنة ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرار 22-16 والقرار ذات الصرح فهي مبادرة مرفوضة شكلاً وموضوعاً حتى لو كان هناك دعم دولي لها في شقوقها سواء السياسية والعسكرية والله يا سيدي نحن نرى هذا ما ترهل القيادة السياسية اليمنية الشرعية وهذا هو موقف الجيش الوطني لأنه بعد هذه الدماء بعد سنتهم من القتل منذ 21 سبتمبر 2014 وهذه الدماء وهذا التدمير يأتي الإنقلابيون ليفرضوا ويملوا شروطهم ويتأتي الأمم المتحدة أو بعض من الدول لتشرع لهذا الإنقلاب وتجعله أمراً واقعاً لا يتوافق عليها الجميع أنا لا أتصور أن يكون هذا أمراً مقبولاً وهو فقط باختصر يهدر كل دماء اليمنيين ويجعل من الوطنية والإنسانية وأحلام التعايش وأحلام استعادة الدولة والاستلام الاجتماعي نوع من العبث طيب سيد التلواء لو ناقشنا جذلاً بأنه تم التوافق على هذه الخطة بطريقة ما أو بتعديلها كان من ضمن الخطة أيضاً تسريباتها تسليم السلاح إلى لجنة عسكرية لم تحارب على الساحة أو في الميدان هل هي مثل هذا الفصيل العسكري أو اللواء العسكري لا أعرف ماذا أسميه هل هو موجود في اليمن فعلياً والله هذه ما أنا مشايفه حتى الآن الجيش الآن والقوات المتلحة اليمنية هي قسمين الجيش الوطني اليمني الذي شكرته القيادة الشرعية والقيادة التلميدانية رئاسة الأركان وهيئة العملية الحربية وهي موجودة في المحافظة المحرة والجيش الذي سترع عليها الإنقلابيون أين هي هذه القيادة العسكرية المحايدة لا توجد قيادة عسكرية المحايدة الأساس أصلاً الهدف الاستراتيجي من هذا الكلام هو إفراغ القرار 22-16 من المحتوى هو إلغاء المبادرة الخليجية هو إلغاء مخرجات الحوار الوطني هو إلغاء الدستورة ومسودة الدستور هو نصف كل ما تعاتى يعني توافق عليه اليمنيون والارتهان لرغبات الإنقلابيين بشكل واضح ليست فيه لا لبس ولا غموض طيب سيد تلواء أريد أن أتطرق إلى موضوع تعز تعز إلى الآن أكثر من سنة وثمانية شهور لم يتم تحريرها ولا كسر الحصار المفروض عليها رغم كل القوات والحملات والسلاح والضربات طبعا التي كانت للجيش اليمني في تلك المناطق لماذا تعز إلى الآن لم يكسر الحصار عنها لماذا لم تحرر تعز يكسر عن الحصار لماذا وقف الجيش الوطني عند فرضة نهم ولم يكمل مهامه لماذا لم يكمل مهامه في صروع لماذا لم يكمل مهامه في الجوف لماذا لم يكمل مهامه في شبوة لماذا لماذا هذا العجز الذي نتحدث عنه لماذا لماذا كله لأنه ممنوع لأنها خطوط حمراء لأن الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الدولة الشرعية في اليمن ودول التحالف تحول دون أي إنجاز أو أي حسم عسكري من شأنها أن يستعيد الشرعية ويستعيد الدولة هذه أمور ليست بيد لدولة الشرعية حينما وصل الجيش الوطني اليمني إلى فرضة نهم قامت الدنيا ولم تقعد بل قامت الدول الكبرى ولم تقعد ورأت صنعها خط أحمر وحالت دون أي انتصار تعز كنا وما زلنا نقول أنها البوابة الكبرى للانتصار الشامل لاستعادة الدولة من تحرير تعز ستتحول إلى منطلق لعمل عسكري وشعبي وسياسي كبير من شأنه أن يقلب الموازين ويؤدي إلى استعادة السلام الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع اليمني ولكن العالم أو الكبار لا يريدون هذا وهم يريدون أن يفرضوا علينا بما لا نؤمن به وبما يهدر من دماء اليمنيين ويستفه كل مواقف للقوى الوطنية السياسية والاجتماعية التي اصطفت إلى جانب الشرعية وتحلم بالعودة إلى الحالة السوية في المجتمع اليمني أشكرك كان معي من الرياض رئيس دارة توجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني اللواء محسن خصروف شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة